دكتور شايف في الكورونا هتقعد قد ايه مع الرياضة مش كمرض يعني مرض الله أعلم ممكن شهر اتنين سنة يخلص بكرة لكن تداعياته الاول المرض شكله حيطول ولا الدنيا بتبقى افضل وتداعيات هذا المرض يعني بناء على ما بنقراه وبنسمعه مش في مصر بس في ال احنا عندنا اتصال يعني مؤسسات ومراكز علمية خارج مصر ويوم حتى الاجتماع بتاع النشاط الرياضي جبنا بروتوكولات خارجية تفضل أحد الناس جابت مؤسسة مهمة جدا جدا وانا أسق فيها جدا قلت له على طول الدهاني مش عيب أبدا ان احنا كمان نستفيد من الآخرين فاحنا عندنا اتصال دائم بمراكز خارجية اللي بيقال علميا من كل العالم ان على سبتمبر اكتوبر حيكون في حل سواء علاجي سبتمبر اكتوبر القادم ان شاء الله او او مصل او واتفر فانا برضو ده يعني تصريح مش مش يعني مش مسؤول يعني انا بتكلم على ما هو متوقع ان شاء الله اعتقد في خلال شهور بسيطة متتعداش ثلاثة شهور او اربع شهور ها يكون الموضوع باذن الله كنترول بالمش منتهي بس تحت السيطرة ده كان سؤالي هل اه الفاكسين او اللقاح زي ما بيقولوا ولا اه ممكن زي الانفرانزة العادية من الانفرانزة العادية برضو بتستمر معنا في واحد بيقاط معي يومين بتقعد اسبوع انا انا الانفرانزة بتطور مثلا معايا اه شوية يعني هل شايف انه احتمال يكون لقاح ولا هتبقى ادوية معالجة لا اعتقد ان كل الشغل في كل المراكز العالمية في العالم كله بيشتعل على اللقاح على يعني فاكسين للموضوع ها حضرك تتوقع في تسعة او في عشرة المفترض ده مش مش توقعي على بناء على حاجة انا بعملها ده بناء على كل المشارات الطبية اللي بتحسن من العالم من الاقرب